في البداية الحقيقة يمكن التقرير اللي عملنا مبارح عن وفاة الراحل محمد شوقي لعب كفر الشيخ واصداء كبيرة جدا بالاضافة الى الكثير من النجوم وعلى رأسه محمد سمير لعب الاهل والمقاولون وزد هي الرجل عمل مبادرة طيبة وتبع النجم محمد النني فيما هو من المهول ممكن ان يقدم لأسرة هذا اللاعب الراحل الذي رحل في عمر 29 سنة عمل مبادرة جيدة وكان اول من استجاب نادي امبي رئيس مجلس ادارة المحترم ايمن الشريعي والاجهزة الفنية واللعبين واعتقد ان في كتير جدا هيستجيبوا واعتقد ان احنا كمان مش اقل من ده وبالتالي احنا كمان مستجبين جدا لهذه المبادرة وهيكون لنا دور فيها او ادوار فيها باذن الله اهم هذه الادوار في دور خلاص ما ينفعش يتقال لكن اهم هذه الادوار ان انا هروح لجهته هروح للسيد وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي وهروح لاتحاد الكرة الاساس جمال علام لانه ده مسؤوليتكم اللي بتعامل ده مبادرات كريمة جميلة من زملاء من الناس في الوسط في الساحة لكنه اللي المفروض يتعامل يبقى من حضرتكم من السيد الوزير ومن السيد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم انا اتمنى انه اقرأ بعد الحلقة او بكرة على اكتر تقدير الوزارة عملت ايه والتحاد الكرة عمل ايه الامر بسيط خالص وسهل خالص سهلس جدا 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 قررت الوزارة عمل كذا الله يخليكم مقولوش النبي ايه الصرف على الولد لحد ما يخلص ستة ابتدائي بلاش الحاجات دي او لان هو انا اللي عرفته عنده ولد وزوجته حامل ده اللي انا عرفته واكبر مبلغ خده في الشهر اربع تلاف خمس تلاف جنيه فيعني الحياة والده مدير مدرسة على قد حاله ربنا يكرم كلنا على قد حالنا يعني فانا مستني السيد الوزير والسيد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لو عايزين يردوا علينا واحنا في الحلقة يا مليون مرحبا عايزين يردوا علينا عبر حساباتهم يا مليون مرحبا عايزين يردوا علينا عبر قنوات اخرى يا مليون مرحبا حساب اتحاد الكورة حساب الوزارة اي حاجة الموقع يعني بتكلمينها الحساب اللي هو الموقع يعني أتمنى بس أتمنى أن ألاقي رد فعلي سريع وجميل أن اللعيبة بتحس ببعضها كده بالمناسبة كان فيه اتنين حكام عندهم مشاكل كبيرة جدا صحية يعني وللأمانة الشديدة الحكم الأولاني وحقول اسمه وائل فاروق اتحاد الكرة قام بالواجب وزيادة معاه للأمانة يعني بالواجب وزيادة عملوا حاجات كتيرة جدا يعني كانت فيه حاجات أكتر مطلوبة الحمد والشكر الله ربنا أكرمه وتزبطت والحمد والله وائل بعدما يعني كان ما بين الحياة والمود دلوقتي حالته زي الفل ربنا ربيش فيه وكملش فيه على خير يعني أما الحكم الثاني فواكبتن أشرف رشاط كل الشكر والتحية للدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت رجل عامل كل الواجبات اللي في الدنيا وكل الشكر والتحية الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لأنه لما طلبنا في حاجة لم يتأخر على الإطلاق يعني وربنا يا ربي يعني يشفيك يا كابتن أشرف ويعفيك بس برضو أنا كنت طلبت من الحكام كنت تواصلت بقى رأس مع الحكام نفسهم قلت لهم يا جماعة لازم تعملوا حاجة لزملكه يعني تبقوا كده جدعان وتعملوا حاجة لزملكه مرة كده تتكتفوا مع بعض ما عملوش حاجة ما عملوش حاجة خالص خالص يعني لأنه كابتن أشرف كل شوية يعني في عمليات وفي مستشفات وربنا إن شاء الله معاه ويكرمه ويشفيه ويعفيه يعني فأتمنى أتمنى أتمنى أنه الحكام كده يبقوا مع بعض جدعان ويشيلوا بعض في مثل هذه الأمور تمام